مديرية الشؤون الصحية بجدة على ما تنقلت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بشأن وجود دود يخرج من أنبوب بجهاز التنفس لمريضة بمستشفى جدة مؤكدة أن المريضة رحمها الله تلقت الرعاية الطبية اللازمة وفق الأعراف المعمول بها طبيا فور حضورها للمستشفى وأن ما ظهر في الفيديو ليس له علاقة بمزاعم سوء النظافة بالمستشفى وما ظهر ليس ديدان كذلك أو أي نوع آخر من الحشرات وإنما أظهرت التحاليل المخبرية أنها طفيليات وكما تابعت كذلك صحة جدة في بيانها في ذات الوقت لنشاطر في أسرة الفقيدة هذا المصاب يتطلب توضيح ما سبق حرصا على معرفة الجميع بحقيقة المقطع وملابسات مشيرة أنها قامت بتشكيل لجنة طبية من الشؤون الصحية للتأكد من الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها من واقع الملف الطبي للمريضة كما أنه جرت تواصل مع ذوي الفقيدة للتقدم بشكل رسمي وفق الألية النظامية وذلك لإحالتها إلى إدارة المتابعة الفنية للتحقيق في كافة الجوانب وصولا لإحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية لإصدار قرار الحياة المايدة طبعا لحكيم أمس كام معناها الخبر صحيح وذكرنا المشاهدين أنه بإذن الله سنتابع تصريح جدة بعد أن تحقق وأن تشكل هذه اللجنة ونرى اليوم هذا البيان الذي صرحت فيه صحة جدة صحيح عبد العزيز أمس استعرضنا رأي الشخص الذي صور المقطع اليوم نستعرض رأي الجهة الرسمية التي ردت بكل حيادية وذكرت تفاصيل كثيرة حول الموضوع وهذا يعطينا أن بعض المقاطع نحتاج أن نتروى فيها نحن ناخذ رأي الجهة الرسمية وردها على مثل هالمقاطع شيء جميل أن الجهة كذلك نحن تواصلنا معها ومباشرة رده بأن البيان إن شاء الله يكفي من خلال ما استعرضنا في حلقة هذه الليلة أكيد كل شيء واضح يا عبد العزيز